هذه أبرز العناوين المنتخب المغربي للفتصال ينهي استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا نادي ريال مدريد يفاجئ العالم ويقرر التعاقد مع نجم المنتخب المغربي بصفقة تاريخية الإطار الوطني السابق مصطفى حجي يفاجئ سفيان رحمي بخطوة كبيرة بعد تألقه المبهر اليوروبا ليغ باير ليفركوزن يعبر لنصف النهائي على حساب ويستهام اختتم المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة تحضيراته لمواجهة ليبيا المرتقبة اليوم الجمعة برسم نصف نهائي كأس إفريقيا التي تحتضنها المغرب ووضع الناخب الوطني شامتكيك آخر اللمسات البدنية والتكتيكية خلال الحيصة التدريبية لنهار يوم أمس والتي أقيمت بمراكب محمد السادس لكرة القدم وفي نفس السياق قال أنس العيان في تصريحا للقناة الرسمية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إن العناصر الوطنية جاهزة لهذا التحدي رغم صعوبة الخصم الليبي الذي يبلي البلاء الحسن في هذه البطولة وأوضح العيان أن هذه المباراة هي الأهم في هذه البطولة ومن الواجب التركيز بشكل جيد لأنها ستكون صعبة بالنظر لقوة المنافس من جهته يتوقع اللاعب سفيان بوريت أن تكون هذه المواجهة صعبة لأنها ستخول التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادمة وأكد بوريت أن الليبيا تتوفر على منتخب محترم ولاعبين جيدين والفريق الوطني درس نقاط قوته وضعفه طيلة فترة الاستعدادات من أجل تحقيق نتيجة التأهل إلى نهائي والبلوغ المنضيال وأشار المتحدث نفسه أن الجماهير المغربية ستشكل قوة لللاعبين وحافزا كبيرا للمجموعة متمنيا أن يتمكن المنتخب من إسعادهم ومنحهم فرصة جديدة بحضورا نهائية وتأهل منتخب الفتال إلى نصف نهائي كأس إفريقيا كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط جمعها من ثلاث انتصارات على حساب أنغولا وغانا وزنبيا وتجرى مباراة المغرب وليبيا اليوم الجمعة انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا أجمع عدد من مناصر ريال مدريد الإسباني على رغبتهم في تعاقد فريقهم مع نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي في دل حاجة الفريق إلى لاعب بمؤهلته وخلق تألق حكيمي في المباراة الماضية لباريسان جرمان أمام برشلونة تفاعلا كبيرا في صفوف مناصر ريال مدريد على منصات التواصل الاجتماعي مبديين رغبتهم في عودة اللاعب إلى الفريق والاستفادة من خدماته وتابع أنصار الملكي أن إعادة حكيمي ستكون خطوة كبيرة وقوية من الرئيس فلورنتينو بيريز في ظل كبار سن داني كرفخال وتراجع مستوى مقارنة بالمغربي وأشار المتفاعلون إلى أن المغربي سيشكل ثنائية قوية مع اللاعب كليام بابي إن تأكد قدوم الأخير إلى ريال مدريد إلى جانب درايته الكبيرة بفريقه الأم فجأة مساعد مدرب المنتخب المغربي سابقا مصطفى حجي نجم العين الإماراتي حاليا والرجاء سابقا سفيان رحمي بعد ثلاثية في شباك الهلال السعودي عندها بنصف نهائي دور أبطال آسيا وفي الوقت الذي كان رحمي يغيب عن مباريات المنتخب المغربي في العهد الذي كان فيه حجي مساعدا للمدرب السابق للمنتخب المغربي وحيد خليل جريتش جاء مصطفى الآن ليمدح اللاعب الرجوي وقال حجي في تصريحات عبر برنامج في المرمى على قناة العربية السعودية قائلا هو لاعب من طراز رفيع وصنع الفارق بشكل واضح أمام الهلال وتابع إشادته بالنجم قائلا اللاعب ظهر بصورة رائعة وسجل ثلاث أهداف وقضى فريقه للانتصار فهو يتمتع بإمكانية رائعة وأتم حديثه رحمي يقدم مستويات جيدة رغم عدم وجود نجوم الكبار مع العين لكنه يقود الفريق دائما لتحقيق الانتصارات تأهل باير ليفركوزن إلى نصف نهاء الدوري الأوروبي بعد تعادله أمام ويستهام بهدف الليمت له في المباراة التي جمعت بينهما لحساب إياب ربع نهائي المسابقة وتمكن الفريق الإنجليزي من افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة الثالث عشر عبر ميكايل أنطونيو ليعدل جيرمي النتيجة في الدقيقة التاسعة والثمانين لصالحي ليفركوزن وظفر النادي الألماني ببطاقة العبور صوب نصف نهاء المسابقة الأوروبية مستغلا فوزه في لقاء الدهاب بهدفين دون رد وحرفت المباراة حضورا رسميا لنايف أكرد من جانب ويستهام في حين دخل أمين عدلي كاحتياطي من جانب باير ليفركوزن في الدقيقة التامنة والستين ولم يقل مدافع المغربي على إكمال المواجهة بسبب الإصابة ليغادر في الدقيقة السادسة والأرباعين تاركا مكانه لزميله أنجيلو أوكبونا قررت محكمة جنحي مدينة نصر تأجيل جلسة الحسين الشحات لاعب الأهلي في قضية اتمهامه بالتعدي على محمد الشيبي لاعب بيراميدز وعلمت البطولة أن المحكمة رفضت طلب دفاع الشحات بالاستماع إلى بعض الشهود من بينهم لاعبين من نادي الأهلي المصري وناقشت هيئة محكمة جنح مدينة نصر كل حيثية الملف وأشرطت الفيديو المقدمة من دفاع محمد الشيبي في الوقت الذي طالب فيه دفاع اللاعب حسين الشحات بالاستماع إلى بعض الشهود من بينهم لاعبين نادي الأهلي وقررت الهيئة السالفة الذكر أن حسين الشحات متهم في القضية كونه مواطنا ولا علاقة له بالأهلي المصري وقررت هيئة المحكمة كذلك تأجيل الجلسة إلى يوم التاسع من الشهر القادم من أجل استكمال الملف والنطق بالحكم ويواجه حسين الشحات لاعب الأهلي اتهامات البلطجية والضرب والسب والقذف والإهانة والترويع فضلا عن التهديد بالإيداء الجسدي يوشار إلى أن حسين الشحات كان قد قام بصفع الشيبي الذي كان يحتفل مع زملائه بالانتصار الذي كان حققه بيراميدز على الأهلي بنتيجة ثلاثة لسفر برسم الدورية المنصرية الممتاز